السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف حالكم اليوم أبنائي وبناتي؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية للصف الأول ابتدائي كما يشرفني تدريسكم مادة التربية الإسلامية لهذا الفصل قوانين التعلم عن بعد نسترجع بشكل سريع ماذا يجب عليه أثناء التعلم عن بعد اختار مكان مناسب للتعلم عن بعد يكون بعيد وخاليا من الضجيل تكون لدي معرفة بجدولي وأوقات التعلم المباشر لا مانع من طلب المساعدة من أحد حتى يكون لدي دراية بوقت بداية الدرس أيضا أجهز كتابي وألواني وأقلامي قبل بداية درس حتى لا أضطر إلى القيام وإحضارها أثناء الدرس أستمع إلى درسي بتركيز وأكون حاضر الذهن ومستمع منصد جيد أتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص له تماما فأنا أستمتع يا أبنائي وبناتي بتواجدكم معي رسالة نوجهها إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البذل للتوجيه والإرشاد ومساعدة أبنائنا وبناتنا عنوان الدرس عنوان درسا الماضي كان عن من؟ أحسنتم الله ربي الله ربي الهدف العام من هذا الدرس هو معرفة أن الله عز وجل ربنا معرفة أن الله عز وجل ربنا الهدف الأول الذي أسعى أنا وإياكم إلى تحقيقه أن يذكر الطالب والطالبة لفظ الجلالة الله بعد ذلك أن يجيب الطالب والطالبة على سؤال من ربك؟ ثالثا أن يذكر الطالب والطالبة أن الله في السماء رابعا أن يذكر الطالب والطالبة أن الله خلقنا أيضا أن يعدد الطالب والطالبة مخلوقات الله سادسا أن يذكر الطالب والطالبة محبته لله ويعبر عن محبته لله سابعا أن يشكر الطالب والطالبة على الله على نعمة التي وهبنا إياها أبدأ معكم درسي بقصة قصيرة حدثت لأفراد هذه الأسرة بعد أن عاد الوالدين من قضاء العمر في مكة المكرمة هيا نستمع إلى الحوار الذي دار بينهم أول ما دخل أفراد الأسرة الأم والأبع الأبناء ألقاهم خالد الحمد لله على سلامتكم وتقبلوا الله عمرتكم وشكر سعيكم يا أمي وأبي رد الأب جزعك الله خيرا يا خالد ردك أكمل خالد حديثه قال ليتني ذهبت معكم إلى مكة لقد اشتقت إليها بعد ذلك نورة تحدثت ماذا قالت نورة؟ قالت نورة هل شاهدتم الله في مكة المكرمة عندما ذهبتم؟ ها أمي وأبي هل شاهدتم الله؟ ردت الأم ماذا قالت الأم لنورة؟ قالت لا يا نورة فالله سبحانه وتعالى ليس موجود على الأرض وإنما في السماء وليس موجود في مكة وإنما الله في السماء إذن أبنائي وبناتي أين يوجد الله؟ هيا جميعنا نشير أين يوجد الله؟ أحسنتم الله يوجد في السماء ممتازين مرة أخرى أين يوجد الله؟ ممتاز يوجد الله في السماء أحسنتم استراتيجية واحد واثنان وثلاثة أول سؤال بسألكم يا من ربكم؟ ها من ربكم؟ هيا أريدوا الإجابة أحسنتم ربي الله ربي الله إذن من ربي؟ ربي الله طيب من نعبد لمن نحن نصلي ونصوم لمن؟ أحسنتم نصلي لالله ربي ونعبد الله ربي وحده لا شريك له لا أحد يا أبنائي وبناتي يستحق العبادة إلا الله لأن الله هو الذي خلقني في أحسن صورة إذن هو الفقط الذي يستحق العبادة من نعبد؟ أحسنتم نعبد من؟ الله ربي طيب أبنائي وبناتي أين يوجد الله؟ من يتذكر؟ ها ماذا قلنا؟ ماذا قالت أم نورة؟ أين يوجد الله؟ هل كان موجودا في مكة؟ ها أين يوجد؟ أحسنتم رائع الله موجود في السماء الله موجود في السماء إذن الله موجود في السماء نعيد الأسئلة مرة أخرى من ربك؟ ربي الله من نعبد؟ الله ربي أين يوجد الله؟ يوجد في السماء أحسنتم ها مرة أخرى أمامي صورة صورة هنا للصحراء في الأرض وأيضا صورة لماذا؟ ما هي صورة هذه؟ أين؟ أحسنتم انظروا إلى السماء والسحب أين يوجد الله؟ في أي صورة تمثل أين يوجد الله؟ أين يوجد الله؟ هم؟ هل يوجد الله هنا في الجبال وفي الصحراء؟ أحسنتم؟ لا إذن أين يوجد الله؟ أشيروا ممتازين يوجد الله في السماء إذن الله يوجد أين؟ في السماء أحسنتم إذن نختار السماء لأن الله موجود أين؟ موجود في السماء أحسنتم مبارك الله فيكم أبنائي وبناتي طيب أضع دائرة على كلمة الله أمامي الآن مربع فيه؟ ماذا؟ كلمات أريد أن أضع دائرة فقط على كلمة الله هل تساعدون أبنائي وبناتي؟ في الدرس الماضي لوننا كلمة الله وتعلمنا كيف تكون شكل كلمة الله كتابة؟ اليوم أنتم دوركم مساعدتي في استخراج كلمة الله الموجودة هنا في الجدول هل الكلمة الأولى هذه هي كلمة الله؟ ساعدوني أحسنتم نعم ممتازين إذن أرسم عليها دائرة طيب المربع الثاني هنا هل هذه كلمة الله؟ ها تذكروا شوف خيارنا الأول هل هذه تشبه؟ هذه الكلمة؟ أحسنتم أتفق معكم لا إذن لن نختارها طيب الكلمة هذه من يحاول أن يخبروني ما هي؟ هيا نحاول جميعنا ممتازين الله إذن أرسم دائرة عليها أم لا؟ نعم نرسم دائرة طيب ما رأيكم هذا؟ هل هذه كلمة الله؟ هل هكذا نكتبها؟ أحسنتم لا لا تكتب بهذا الشكل طيب هنا هم؟ ما رأيكم؟ هل هذه كلمة الله؟ نعم إنها كلمة الله ممتازين طيب ننظر إلى هذا المربع هم من يحاول؟ هيا حاولوا من أنفسكم حلها عن طريق الشاشة ممتازين ممتازين أرى أنكم أشرتم على هذه الكلمة وكذلك هذه الكلمة ممتازين أبنائي وبناتي رائعين هذه فعلا طريقة كتابة كلمة الله الله هكذا يكون شكلها ممتازين من الذي خلقنا؟ من الذي خلقنا؟ نحن نعبد من؟ ونتحدث من اليوم عن من؟ هل نتحدث عن الله؟ أم نتحدث عن محمد؟ أم نتحدث عن القرآن؟ ها من الذي خلقنا؟ هل الذي خلقنا الله؟ أم محمد؟ أم القرآن؟ ما رأيكم أنتم؟ من الذي خلقني؟ هل خلقني الله؟ أم محمد؟ أم القرآن؟ ممتازين رائع نعم الذي خلقنا هو الله الذي خلقنا هو الله ممتاز إذن معذرة الذي خلقنا الله اختار كلمة الله إذن صيادنا يصطاد كلمة الله لأن الله هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا أيضا ومن ربنا ربنا الله من الذي خلقنا خلقنا الله طيب أبنائي وابناتي من الذي خلق المخلوقات حولنا من هل خلقهم الله أيضا نعم لقد خلق الله لنا كل شيء لقد خلق الله لنا كل شيء إذن الله خلق لنا كل شيء الحيوانات والطيور والإنس جميعها خلقها الله والجن كذلك إذن الذي خلقنا هو الله حدد مخلوقات الله ما هي مخلوقات الله هل الله خلق الجبال هذه الأشجار التي نراها والشلالات والبحار والأنهار من الذي خلقها باعتقادكم من هل ممكن أن البشر هم اللي خلقوها الجبال هذه الكبيرة التي أحيانا يعجز البشر عن تكسيرها لصنع الطرق صح من خلقها لو كانوا البشر كانوا بسرعة كسروها من خلقها لكل خلقها ماذا ملك قوي نعم الله الذي خلق كل شيء إذن الذي خلق الجبال من الذي خلقها أحسنتم الله خلق الجبال إذن من مخلوقات الله أبنائي وبناتي الجبال الجبال من مخلوقات الله طيب من يعرف هذا ما هذا هذا رجل آلي من الذي خلق هذا الرجل الآلي الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان عقلا صحيح مثلا هواتفنا أو أجهزة التي لدينا هل خلقها الله أم الله علم الإنسان أن يصنعها إذن الجهاز هذا هل يشبه جهاز مثلا التلفاز الموجود لدينا في المنزل جهاز الآيباد أو حتى الهاتف المتنقل من الذي خلقها هل خلقها الله أم الإنسان الله علمه يخلقها أو يصنعها ممتازين إذن الله علم الإنسان ماذا منحه العقل وعلمه صناعة هذه الأشياء مثل هواتفنا النقالة مثل التلفاز حتى هذه الصبورة الإنسان صنعها إذن هذا الفيل هو أيضا الإنسان صنعه هذا شيء يمشي ويتحرك وياكل ويموت ويحيا هذا إذا خرب نصلحه أما هذا لا صح وضخم من شاف الفيل على الحقيقة شفتوا كيف خرطومة طويل وكيف يلتقط الأكل بالخرطوم سبحان الله إذن من الذي خلق هذا الفيل أحسنتم أبنائي وبناتي الله الذي يحيي ويميت إذن الله هو الذي خلق هذا الفيل كما خلق جميع الحيوانات الأخرى الله الذي خلق هذا الفيل فسبحان الله أبنائي وبناتي التأمل في مخلوقات الله أمر جميل تأملوا أي شيء من مخلوقات الله الطيور مثلا أو حتى القطط أو الجمال أو الأحصنة أي شيء حولكم من مخلوقات الله حتى الإنسان تأملي تفاصيل جسمك أمام المرأة مثلا عينيك يديك هذه الحركات مسكتك للقلم الله سبحانه وتعالى يسرها لك بدون أي أدنى تعب منك إذن نشكر الله ونحمد الذي خلقنا في أحسن صورة أبنائي وبناتي صلت معكم لنهاية درسي لليوم الذي تحدثنا فيه عن الله ربي توصياتي للجميع أولا للعمل والإطلاع والمشاهدة وتكرار الدروس الإعداد المعدة من خلال قنوات البث التلفزيونية يعني كما يجب علينا حرص الوالدين أنصح الوالدين بحرصهم على متابعة أبنائهم عند مشاهدة الحصص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية كذلك يجب علي مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والطالبات هذه لزملاء المهنة كذلك لأولياء الأمور خلق بيئة منزلية محفزة للأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمحفزات والمكافآت استمرار عملية التعلم في كل وقت طعام هذا اللي احنا نأكل لأبنائي وبناتي من الذي وهبنائي يا أحسنتم الله نحن نعبد من؟ ماما وبابا يصلون الحين لمن؟ لله أتذكر دائما هذه المعلومات وأسترجعها دائما ألقاكم على خير بإذن الله في درسي القادم معكم معلمتكم منال صالح الغريب